اشتركوا في القناة ولكن لما الموضوع استفزني اتكلمتي فيه بقوة والحلقات اللي انا قدمتها في الملف ده غني عن التعريف لدرجة انه تعامل ضدي حملات تشويه من اللاجئين نفسهم لان كلامي كان صادق وحقيقي ووجعهم وكشف الحقيقة القذرة للبعض منهم لان احنا عارفين ان كل مجموعة بشرية في الدنيا دي من ساعة مربنا خلق الحياة على الارض فيها الكويس وفيها الوحش واللغة التعميم هي لغة الجهلاء فزي ما فيه لاجئين الخيانة بتجري في دمهم ونفسهم مصر دي تخرب النهاردة قبل بكرة وان كانوا اكثرية ففيه وردوا لاجئين محترمين وعارفين قيمة مصر وبيحبوا مصر وان كانوا اقلية ويمكن الفئة دي من اللاجئين هي اللي مخلياننا تراضى عن كتير من اخطاء الفئة الاكبر منهم عددا واللي بتسببوا في ضرر مباشر للاقتصاد المصري واللدولة المصرية وبيدراتوا على المرافق ومسببين ازمة كبيرة جدا لمصر وانا لو كان بيدي حرحل كل المخالفين فورا وحسيب بس الناس المحترمة اللي عارفة قيمة مصر ولكن الحكومة ما بتعملش كده واللي بيغلط من اللاجئين غالبا مش بيتحاسب فبالتالي هم امنوا العقوبة فاساءوا الادب ودي سزاجة من الحكومة المصرية يعني مش من حصن ضيافة ولا كرم اخلاق ابدا انك ترد الطرف عن اجرام اللاجئين في حق البلد وفي حق الشعب ولكن دي مش قضيتنا دلوقتي اعتقد ان انا موقفي دلوقتي واضح جدا لحضراتكم ولكن في نغمة بدأت تظهر على منصات التواصل الاجتماعي بعد تداول انباء عن استعدادات جيش الاحتلال الاسرائيلي لاجتياح رفح الفلسطينية وبدأت ضربات المدفعية والساروخية بالفعل على مدينة رفح وبدأ خلط ابو قرش على ابو قرشين النغمة بتقول انه مصر مش مسؤولة عن استقبال واحد ونص مليون نازح فلسطيني من قطاع غزة وانه لازم نطردهم ونقفل الحدود في وشهم ضبة ومفتاح ونسيب اسرائيل تفرمهم علشان نرتاح من قصة حماس وقطاع غزة واللاجئين والنازحين وكل الكلام ده لان مش بيجلنا من قطاع غزة غير الشتيمة والازية وتهاريب السلاح والمخدرات والدواعش وسينة ررقت سنين طويلة في الإرهاب وكان مصدر الإرهاب ده هو قطاع غزة من خلال تسهيل حركة حماس لمرور الدواعش من القطاع لسينة وبالتالي مستحيل نقبل انه النازحين الفلسطينيين يدخلوا سينة مهما كان التمن أنا ما عنديش مشكلة على فكرة في الكلام ده من ناحية الحقيق اللي تم ذكرها ان قطاع غزة تسبب لمصر في السنين الأخيرة في أزمات أمنية كبيرة جدا ده مثبت وعلى رأسها طبعا تهاريب السلاح والمخدرات وتسهيل حركات حماس لانتقال أعضاء تنظيم داعش من غزة لسينة ده مثبت بالأدلة على فكرة وفي قضايا في المحاكم تم الحكم فيها بخصوص المواضيع دي حماس كمان متواطأ مع داعش وده شيء مفروغ منه وبرغم ان داعش كانوا أقرب لإسرائيل وهم في غزة إلا انهم اختاروا مصر سيما اختاروا السورية واختاروا العراء واختاروا ليبيا وغيرها من الدول العربية والإسلامية وده بيدل بشكل واضح جدا ان داعش صناعة أمريكية صوريونية هدفها العرب والمسلمين مش الكفار ولا الصهاينة ولا اليهود زي ما بيدعو وتناغم حماس مع داعش بيساوي تناغم تركيا مع داعش وبيثبت ان حماس وكل الإخوان وتركيا وقطر شركاء لمشروع صهيوني في المنطقة وان اختلفت الأدوار والمهمات ولكن احنا دلوقتي قدام مشكلة كبيرة جدا ومعضلة سياسية وأخلاقية وعسكرية احنا ماينفعش نسيب مليون ونص فلسطيني متحصرين في رفح الفلسطينية ونتفرج عليهم والجيش الإسرائيلي بيقتلهم وهم بينهم وبين الأراضي المصرية أمطار لأن ده أخلاقيا ماينفعش ودينيا ماينفعش وسياسيا كمان ماينفعش وطبعا المليون ونص دول مش كلهم حماس ولا كلهم الجهاد ولا كلهم داعش ولا كلهم إرهابيين بس فيهم بالمناسبة من كل صنف ولون وفيهم كمان من الناس الطيبين اللي ملهمش في الطور ولا في الطحين وخلونا نتفق إنه لو إسرائيل اكتاحت رفح فما فيش مفاجر من إننا نستقبل النازحين الفلسطينيين داخل شريط حدودي ديئ جدا ومحكوم في سينة والمخيمات اللي حتكون موجودة في سينة دي حتكون مؤقتة وبرعاية دولية وإسرائيل حتكون مجبرة بإعادة اللاجئين دول مرة تانية لمناطقهم في قطاع غزة بعد نهاية الأعمال العسكرية ضد الفصائل الفلسطينية المسلحة في رفح أو في جنوب قطاع غزة عموما لأنه ضمير الأمة المصرية مش هيسمح بإن الفلسطينيين يموتوا على حدود مصر وإحنا حنكون قفلين الحدود في وشهم يعني رصب عنك لازم تفتح الحدود لأنها معضلة أخلاقية قاسية جدا وأنا بأكد تاني لحضراتكم إننا عارفين كويس جدا جرائم حماس ضد الدولة المصرية فيما مضى والله إحنا عارفين ده كويس وخفظينهم كويس جدا ولكن أهالي غزة بيعانوا وفيهم كتير نفسهم يتخلصوا من حكم حماس النهاردة قبل بكرة ولكن للأسف مفيش اختيارات أحسن من حماس قدامهم لأنه لو السلطة هي اللي حتمسك قطاع غزة فساعتها هيكونوا تحت حكم الاحتلال الإسرائيلي أكتر ما إسرائيل نفسها هي اللي تكون بتحكمهم بطريقة مباشرة إحنا قلنا قبل كده إن وجود السلطة في غزة ضرروا على مصر أكبر بكتير من ضرروا على الفلسطينيين في قطاع غزة نفسهم فمن الآخر حماس هي الواقع السياسي اللي بيفرض نفسه علينا وعليهم برغم أزاهم وبرغم شرورهم فبقاء حماس ضرورة أو بقاء أي فصيل فلسطيني قوي مسلح في قطاع غزة بعد الحرب ضرورة قصوى برد النظر عن اسم الفصيل ده إحنا كمصر بنتعامل مع حماس لأنها أمر واقع وما فيش اختيار سياسي قدامنا أحسن منها علشان يحافظ على مصالحنا السياسية والاقتصادية إحنا شرحنا النقطة دي في 90 ألف مرة قبل كده فبالتالي حضرتك كمواطن مصر بتكره حماس أنا متفاهم وجهة نظرك جدا ولكن شعب غزة مسكين ومظلوم وأغلب من الغلب كمان الناس دي في الأيام العادية قبل الحرب ساعات كتير ما كانش بيبقى عندها كهربة ولا مية ولا صرف صحي ولا أكل حتى حماس كانت بتسرق المساعدات والفلوس وبتضربها في جيب القيادات في حين ان الناس بتشحتوا بتموت من الجوع في غزة حرفية ولما مصر دخلت تبني المدن الجديدة في غزة الأهالي كانوا حيطيروا من الفرحة فبالتالي مش هنخلي مليون ونص مواطن فلسطيني محاصر في رفح الفلسطينية يدفع ثمن أخطاء قادة حماس لا ده مش عدل ولو احنا سمحنا بحاجة زي كده فربنا حيصلت علينا لعنة ملهاش نهاية لأنه فيه دم بريء حيصفك ظلما وعدوانا على بعد أنطار قليلة من الحدود المصرية احنا لازم نفتح الحدود مضطرين علشان الناس دي ما تموتش وتعادتها زنبهم حيكون في رقابتنا حرفية لو ماتوا وصحيح مش احنا المسؤولين عن الحرب وصحيح مش احنا اللي بدأنا الحرب ولكن اللي حصل حصل والطوبة ترامت والإزازة تكسر ولا حنعرف نرجع الطوبة لمكانها ولا حنعرف نصلح الإزاز خلاص الموضوع انتهى فيترى هنتصرف ازاي مع واحد ونص مليون مواطن فلسطيني محاصرين في مدينة رفح الفلسطينية هل هنتفرج عليهم وهم بيتفرموا تحت جنازير الدبابات الإسرائيلية هل لو حضرتك مكانهم كنت هترفر لمصر انها قفلة قدامك الحدود وما فيش بينك وبينهم غير أمطار علشان تحمي نفسك وتنجو من الموت اكيد ما كنتش هتسامح مصر ابدا فعلشان كده انا بقول لحضرتك لازم نتقبل فكرة نزوح اللاجئين الفلسطينيين داخل شريط حدودي ديق جدا في سينة اذا اضطرنا نعمل كده لاننا بنبرق زمتنا قدام ربنا من دم الناس دي ده غير انه إسرائيل هتدفع تمال الاجتياح ده آجلا أو عجلا والناس دي ان شاء الله هترجع لأراضيها في قطاع غزة في أقرب فرصة ممكنة فما تخليش رضبك أو كرهك لحماس أو من قيادات حماس أو من أفعال حماس الخسيسة السابقة ضد الدولة المصرية تعمي بصرتك وضميرك عن مصير الأطفال والنساء والشيوخ اللي حرفيا ممكن الدبابات الإسرائيلية تفرمهم تحت جنازرها من غير ما نتنياهو يرمش له جفن فالناس دي شايفاك أملها الوحيد للبقاء على قيد الحياة وتأكد مليون في المئة ان ربنا مش حيسبنا طالما نفنيتنا ان احنا نحمي الناس دي وننقص حياتهم لأنهم أولا مش عسكريين ولا معهم سلاح ولا يعرفوا يدفعوا عن نفسهم دول مدنيين 90% منهم كمال أطفال ونساء وعواجيز والشيوخ ثانيا طالما ان اسرائيل مش هتكتاح رفح فهم موجودين عايشين داخل مخيمات على أراضيهم أه صحيح ان الأوضاع المعيشية بالنسبة لهم صعبة جدا واحنا بنحاول ندخلهم مساعدات بقدر الإمكان ولكن في النهاية الناس متمسكة بأرضهم وعايشين فيها ولكن اذا اسرائيل اكتاح هترفح فقلاص الناس هتكون محكومة عليها بالإعدام فاحنا لازم نساعدهم وننقص حياتهم أنا طبعا عارف ان دخولهم لسينة في مخاطر أمنية كبيرة جدا ولكن ما باليد حيلة هنعمل ايه يعني؟ هل حنوقف نتفرج عليهم وهم بيموتوا؟ أكيد لا لأن ولا الجيش المصري حيوافق ولا الشعب المصري حيوافق ولا الحكومة المصرية حتوافق على حاجة زي كده أنا صحيح بخاف على الحدود وسينة هي لحمي وهي دمي وهي شرفي وهي عرضي وبخاف عليها من الهوى الطاير ودفعت في سبيل تحريرها بحور من الدم الطاهر وضحت فيها بأعز وأخلص الرجال على مدى تاريخ الصراع المصري لإسرائيل ولكن أنا قدام عيني دلوقتي في مليون ونص فلسطيني حيتم إعدامهم ميدانيا وحيحصل فيهم مجازر جماعية وجرائم ضد الإنسانية أنا شايفهم وهم شايفيني ومع ذلك بعض الناس عايزين مننا أننا نعمل نفسنا عميان ونعيش حياتنا كأنهم مش موجودين أو أننا نتفرج على المجزرة من غير ما نقدم أي مساعدة أو نحاول أننا ننقص حياتهم لأ طبعا ده مستحيل يحصل فبالتالي إذا احتدمت الأمور وخلاص مفيش مفر من أن جيش الاحتلال يكتاح مدينة رفح فإذا تم الاكتياح وتم نزوح أهالي رفح للحدود المصرية فالنزوح ده أنا متأكد أنه حيتم السيطرة عليه ولكن خلونا في الأول ننقص حياة الناس دي وبعدين نفكر إزاي حنرجعهم مرة تانية لغزة لأن خلاص الوضع أصبح خارج السيطرة ويئما نستقبلهم داخل المساحة محدودة في سينا ونسيطر على أوضعهم ونحدد مواعيد دقيقة لإعادتهم مرة تانية لقطاع غزة بعد نهاية الحرب أو نسيبهم يموتوا في قبور جماعية حفرتها إسرائيل ولكن خلونا دلوقتي نفكر إزاي نقدر ننقذ الناس دي من الموت فبلاش نخلط مشاكل اللاجئين اللي موجودين في مصر حاليا اللي هم فعلا ما يستهلوش يعيشوا في مصر أصلا لأنهم خانوا بلدهم ودمروها وهربوا المصر عشان يخربوها ويدمروها زي ما دمروا بلدهم ولكن بإذن الله حيجي لهم يوم ويروروا في ستين ده يا بقى مصر نهائيا ولكن وضع أهل غزة مختلف تماما الناس دي اتهجرت من شمال غزة لجنوب غزة ومن جنوب غزة للشريط الحدودي مع مصر ومن الشريط الحدودي لرفح الفلسطينية اللي هي آخر منطقة شبه آمنة في قطاع غزة وبعد رفح مفيش أي مهرب تاني غير سيناء فبالتالي الناس دي مرصوبة على اللي هم فيه والحد دلوقتي هم ما قالوش أنه هم عايزين يدخلوا سيناء أصلا ومتمسكين بالحياة والمعيشة الصعبة اللي موجودة في رفح الفلسطينية وده شيء محترم جدا جدا ولكن إذا إسرائيل اجتاحت رفح الفلسطينية فخلاص الناس دي حيكون عندها اختيارين يقيم ما يموتوا تحت جنازيق الدبابات الإسرائيلية أو إنهم ينزحوا السيناء علشان ينقذوا حياتهم فأنت لو ما كان صانع القرار المصري هتعمل إيه ساعتها ولا دينك ولا ضميرك ولا أخلاقك حيسمحولك إنك تشوف الأطفال والنساء والشيوخ بيموتوا تحت جنازير الدبابات الإسرائيلية وإنت ساكت وعمل نفسك أعمى وأصم فخلونا ننقذ حياتهم الأول وبعد كده ربنا يسهل ونشوف هنحل المشكلة دي الزائي لأنه خلاص زي ما قلتلك ده هيصبح أمر واقع وخلي بالحضراتكم أنا مش ممهد إطلاقا لقبول فكرة نزوح الفلسطينيين لسيناء ولكن أنا بفكر مع حضراتكم بصوت عالي إيه اللي ممكن نعمله لو إسرائيل اكتاح ترفح بالفعل ما هم مش هيكونوا قدامنا أي اختيار غير استيعاب أهالي قطاع غزة في منطقة محدودة داخل سيناء علشان ننقذهم من الموت وبعد كده نبقى نفكر هنحل مشكلة النزوح اللي حصلت دي ازاي وهنرجعهم تاني ازاي وبأكد تاني وللمرجى الأخيرة إحنا مش مسؤولين عن الحرب اللي حصلت ولا زنبنا أن إسرائيل مسحت البنية التحتية من قطاع غزة من على الخريطة ولا زنبنا أن أهالي شمال قطاع غزة تم ترحيلهم للجنوب وبعد كده تم ترحيلهم لغفح الفلسطينية ده كله مش إحنا السبب فيه ويش المفروض إن إحنا ندفع تمن الحرب دي ولكن خلاص زي ما قلت لك كتير إلا حصل حصل إحنا حاليا قدام معضلة أخلاقية معقدة ومحرجة ينسيب الناس تموت إيئما نستقبلهم في مساحة محددة لمدة مؤقتة لحد ما الحرب دي تخلص وعموما لو حضراتكم عندكم آراء بخصوص الموضوع ده ياريت تكتبوها لي في التعليقات في النهاية حافظ الله مصر حافظ الله الشعب المصري العظيم تحية مصر تحية فلسطين حرة مستقلة وشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة